شاهدنا حول مجمل ملف سياسي لنشرتنا الرابعة ينضم إلينا الآن السياسي والخبير القانوني من النجف السيد محمد العبدالي دكتور محمد أهلا بك أهلا وسهلا بكم سيد محمد السوداني في رقاءات مجتمرة مع كبار مسؤولي الدولة وآخرها كانت مع محافظة البنك المركزي في ظل مؤشرات إلى مساعي إقرار الموازنة للعام المقبل هل سيتأثر سعر الصرف بذلك أم كيف تستقر المشهد تفضل بداية المساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام موضوع إقرار قانون الموازنة للعام القادم عام 2020 أعتقد أن تمت هي هذه تعتبر خطوة إيجابية جدا تحسب لصالح حكومة السوداني لكن يفترض هناك خطوات سابقة لقضية إقرار قانون الموازنة قضية موجودة الوفرة المالية من الحكومة السابقة عام 2021 هو بدون قانون موازنة بالتالي يفترض من باب الأولى أن يطالب السيد السوداني جميع مؤسسات الدولة والوزارات بتقديم حسابات ختامية حول المبالغ التي تم صرفها دون وجود قانون موازنة أيضا شيء ثالث مهم جدا هو ما هو مصير قانون الأمن الغذائي الذي أقره مجلس النواب في دورته الحالية المبالغ الطائلة التي تناولها هذا القانون هل ستطرح حسابات ختامية تقدم إلى مجلس النواب قبل إقرار قانون الموازنة هذه تساؤلات ضرورية جدا يفترض أن يناقشها السيد السوداني ومن بعد ذلك يطرح موضوع إقرار قانون الموازنة بالتأكيد قانون الموازنة هو شيء ضروري جدا وأعتقد أن تم إقراره قبل بلوغ عام 2022 تعتبر هذا أول قانون موازنة يبدأ مع بداية العام أما أنه تم كالأعوام التي سبقته تصبح هناك أمور تداولية تتخلى لها أمور سياسية ممكن لا سامح الله أن يتأجج الوضع الحالي تحدث الضرابات تظاهرات ممكن لا سامح الله كل هذه يمكن أن تنتج إلى تأجيل قانون الموازنة وهذا شيء بالتأكيد هو شيء خطير واحدة من أهم مؤشرات انتشار الفساد في البلد هو عدم إقرار قوانين الموازنة في التوقيتات اللازمة وعلى مجلس النواب أن يشدد من رقابته هذه المرة ويطالب هو بنفسه من الحكومة أن يقدم مشروع قانون الموازنة قبل الدخول في عام 2022 طيب ماذا عن سعر الصرف؟ يعني حقيقة هو الموازنة العام اللي ماضي اللي هي يعني تزامت مع ارتفاع سعر الصرف أعتقد هي كانت الموازنة الأولى التي تقترن رفع قيمة الصرف بقانون الموازنة ومن بعد ذلك أنه أصبح الجدال والصراع بين الكتلة السياسية كل كتلة أنه تطرح التهمة بالكتلة وتتهمة بأنها هي التي تولت رفع الصرف أعتقد أن سيد سوداني من خلال لقاءاته الإعلامية حتى قبل ترشيحه كان يواعد الجمهور ويطالب بضرورة تخفيض سعر الدولار الآن هو ملزم بهذا الموضوع أما أنه أن يتم تخفيض سعر الدولار ويربط السعر الجديد خلال قانون الموازنة طبعا بالاشتراك مع البنك المركزي باعتبار أنه هي الجهة المخولة قانونا بتحديد سعر الصرف ومن بعد ذلك يتم إقرار قانون الموازنة وأن كان هناك أضرار اقتصادية من موضوع تخفيض سعر الصرف يفترض أن تكون هناك معالجات حقيقية أيضا يتناولها قانون الموازنة من خلال أنه وضع حد لارتفاع الأسعار من خلال أنه ممكن زيادة ذو الدخول المحدودة حتى هناك يتم أنه الطبقات الفقيرة والمتوسطة أنه ممكن أن يساعدها هذا الموضوع في تجنب الزيادة في موضوع شعر الصرف الذي أنه أثقل كهل المواطن البسيط في حين أنه بقية الطبقات التي لها مستوى معاشي جيد خاصة أنه القريبين على السلطة السياسية قريبين على الأحزاب أصحاب الدرجات العليا حقيقة هذه كلها هي ما تأثرت بموضوع الصرف وأيضا أعتقد من الضروري أن يتولى السيد السوداني هو أحد الوعود الذي أطلقها أنه يتناول موضوع تخفيض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة وأعتقد هو صرح أنه مجرد التخفيض عدة دراسة كاملة ويوفر للبلد 500 مليار دينار على ما أذكر بشار الواعد هذه كلها وعود وإحنا الحمد لله في زمن التكنولوجيا يتم تسجيل أي وعد يطلق وبالتالي أنه سيد السوداني الآن انتقل من موضوع من مرحلة التصريحات والمطالبات إلى الآن أصبح هو صاحب القرار الأول باعتباره هو المسؤول عن رسم السياسة العامة للدولة مسؤول عن السياسة المالية فهذه الوعود كلها من سعر صروف من تخفيض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة دكتور محمد لو سمحت في الجانب القانوني حتى الآن قضية الحماية كيف يمكن للسوداني أن يتعاون مع القضاء لسد الثغرات التي يقول أنها المصدر الأساس للفساد المستشري إلى مفاصل الدولة من أين يبدأ؟ يعني هو السلطة التنفيذية أساساً أي وزارة يفترض أنه تتعرض إلى ملفات فساد إلى موضوع ابتزازات مشاريع من واجبها أنه انتحيل هذه الملفات إلى القضاء فباعتبار أنه السيد السوداني هو على رأس مؤسسات الدولة فيفترض هو أن يشرف بشكل مباشر على أي ملف بالملفات الفساد ويؤمر بأحالته للقضاء ليتم اتخاذ الإجراءات القضائية بحقه حقيقة يعني هذا الدور كان هو دور غير واضح غامض قام على الجانب الإعلامي خلال الحكومات السابقة ولا يزال حتى خلال هذه الحكومة الحالية لم نسمع ولكن أنه حتى ما نظلم الرجل الرجل ما صار إلا أيام بسيطة وتم منحة ثقة لكن هو الرجل أطلق الوعود بمكافحة الفساد وفتح ملفات الفساد الكبيرة بانتظار أن ينفذ هذه الوعود ويشرع بحالة أي شخص يتهم بالفساد إلى الجهاز القضائي ليتم حاسبته ومحاكمته وفقا للقانون طيب دكتور محمد لو سمحت برأيك يعني ما هي أكبر التحديات التي تواجه السيد السوداني في المرحلة المقبلة على كافة الصعود داخلية أم خارجية يعني هو السبب الأساسي والمباشر أعتقد هو سبب وحيد ومن عند هذا سبب تطلع عندنا عدة إشكاليات اللي هو سبب المحاصصة والتوافق اللي موجود وهذا حقيقة حتى هم مقادة الكتل يأشرون هذا الموضوع أنه موضوع المحاصصة والتوافق في منح المناصب هو يعني كنتيجة من نتائجة هو موضوع الفساد اللي موجود شون رح يتعالج موضوع التوافق والمحاصصة أعتقد هو حتى قضية تشكيل الكابير الحكومية هذه الحكومة الحالية كانت بشكل صريح وواضح وغير مخفي عن الجميع بل أنهم والكل يعلنون أنه كيف تم توزيع الوزارات شون رح يقدر يحاسب وزراء الكتل السياسية أعتقد هذا الموضوع جدا صعب السوداني ما عرف كيف رح يواجه هذا الموضوع بل هو صعب من المهمة على نفسه من خلال زج الوزارات إلى شخصيات حزبية من الخط الأول أو من الخط الثاني كيف ممكن أنه محاسبة هذا الوزير في حال أنه فساده أو في حال فشله سبعدا عن موضوع التخصص هنا بصراحة هي المشكلة اللي موجودة فأهم معوق إلى السيد الكاء السوداني هو موضوع المحاصصة والتوافقية اللي هو حقيقة زاد من هذا الموضوع في حكومة الحالية طيب كيف يمكن إجراء إصلاحات واضحة في الملف الأمني سيد عبدالي سمعنا توصيات السوداني للقادة الأمنيين والقيادات العسكرية ما الذي يمكن أن يغيره القائد العام يعني القادة العام للقوات المسلحة يفترض أنه أن تكون الكلمة العليا هي القادة العام للقوات المسلحة مو مثل ما شهدناه خلال حكومة السيد الكاظمي أنه يصرح بشيء لكن أنه أغلب الهيئات اللي تابع للقوات المسلحة سواء من فصائل الحجد الشعبي أو حتى اللي هي قريبة على الفصال اللي تعتبر هي فصال عقائدية ما تستمع الكلامة تطلع بالساحات تتجاوز حتى على كرامته أعتقد ما خلت قيمة أساسا لهذا الموضوع أيضا عندنا مواضيع هي متراكمة قديمة يعني موضوع أنه الرتب اللي كانت تمنح اللي نسميها الرتب بالدميج هذا المواضيع إذا تم علاجها وإنه تم منح القيادات على أساس الخبرة والسجل الكوفو غير المعاقب وغير متهم بملفات فساد غير معاقب انضباطيا وخلى الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة وفرض قراراته وإرادة القانون على الجميع دون استثماء بالتأكيد ذاك الوقت أنه سينجح السيد السوداني في هذا الملف أيضا السيد السوداني اليوم أعتقد صرح على موضوع أرتال الحمايات هذا الموضوع يعني مو فقط على علاقة بالجانب الأمني إلا علاقة بموضوع ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية أنا يوم كمواطن من أشوف أنه عدة أرتال على متحميل شخص رايح يقرأ لفاتحة ورح يحضر لمشة حقيقة رح يصير عدي أنه احتزاز وعدم ثقة بهذه الأجهزة الأمنية أقول هذه مطوعة لأغراض خاصة شن الداعي إلها أو ممكن أنه صير عندنا بعض الممارسات لأنه اطلاق عيارات نارية عندما صير مناسبة عند أحد أفراد الضابط أو عند واحد من المنتسبين حقيقة ما رح يصيران أعدي ثقة بهذه الأجهزة الأمنية متى ما استطاع السوداني فرض الأمن والقانون عفوا على جميع الأجهزة الأمنية وما يستثني أنه هذا تابع إلى هيئة الحشد هذا تابع إلى وزارة الداخلية هذا تابع إلى وزارة الدفاع أو أن هذا الوكيل يسير تابع إلى خلال ستسمع لسيد السوداني بفرض الأمن والهيمنة لسيادة البلد لا هو بالتأكيد هما يعتبرون أن هذا الموضوع هو هذا جزء من سلطتهم من المنجزات التي وصلوا لها ليس بسهولة يفرطون بها لكن السوداني الآن هو في مواجهة مع هذه الإرادة التي نسميها أنها الإرادة السياسية المتقابلة ضد إرادة بناء الدولة هو أكيد مبعيد هو الرجل تولى تسع وزارات تقريبا ومبعيد عن جميع الأحزاب فيعرف كل حزب ويعرف يا فصيل غريب على أي حزب بالتالي هو ما راح ينصدم بهذا الموضوع ويعرف لي قدام أن هذا الفصيل تابع إلى فلان جهة وفلان وكيل وزير تابع إلى فلان جهة هل يستطيع أنه يعيد الأمور إلى نصافها الصحيح يفترض عدى هذه الإرادة أما هذا كان أنه يدرك كل هذه التفاصيل لكنه ما عدى إرادة ويبقى على نفس ما سارت عليه حكومة الكاظمي فللأسف الشديد سنقول أنه نتيجة هذه الحكومة هي الفشل كما فشلت الحكومات السابقة طيب إذن الدكتور محمد العبدالي محلل سياسي وخبير قانوني من النجف شكرا لانضمامك ألينا ترجمة نانسي قنقر شكرا لانضمامك ألينا شكرا لانضمامك ألينا شكرا لانضمامك ألينا ترجمة نانسي قنقر شكرا لانضمامك ألينا شكرا لانضمامك ألينا